أعلن الفريق سامر ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021-2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة وأشار ربيع إلى أن تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة ساهم في تحقيق أعلى عائد سنوي مالي في تاريخ القناة وقدره يصل إلى 7 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة زيادة بلغت 20.7% كما شدد رئيس الهيئة على أن الأزمات العالمية المتتالية أثبتت ريادة قناة السويس وأهميتها لضمان استقرار واستدامة سلاسل الإمدادات العالمية كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أمانا